اشتركوا في القناة قصتني اليوم بعنوان بنات الحطوب الفقير من القصص الخيالية المشوقة والمسموعة قبل النوم اعمل لايك للفيديو اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل اشعارات القناة ان شاء الله وهذا يسعدنا كثيرا اشكركم احبائي على كل هذا الدعم الذي تقدمه لنا ضع السماعات واستمع كان يمكان في قديم الزمان حطاب فقير اسمه عمران له سبعة بنات وكانت زوجته تغزل الصوف وتساعده في اعالة الاطفال وفي احد الايام مرضت تلك المرأة وماتت فحزن عليها وبعد تمام العام تزوج من امرأة من احدى اقاربه وهي ارملة لكنها كانت بخيلة لا تحب سوى الاكل والروحة وكان لها ولد كانت تدلله كثيرا وتعطيه افضل الطعام واللباس وتحرم البنات ولم يعد يكفيها ذلك ففكرت في حيلة لكي تبعدهن عن الدور ليبقى كل شيء لها ولابنها فصارت تطبخ القدور وتأكل ما فيه من لحم قليل هي وابنها ولما يرجع زوجها لا يجد لحمه ولا قديده فلما يسألها تقول له ان بناتك يأكلن كل شيء فيسكت الرجل وفي احد الليالي قالت له الى متى سنظل على هذه الحالة فبناتك يأكلن ولا يفعلن شيئا وانا مضطرة لخدمتهن وبالطبع كانت تكذب على اولئك البنات اللواتي تعبنى كامل النهار في النظافة وجلب الماء لكن عمران صدقها وقال لها سترين ما افعله سأضربهن بشدة اجابته ذلك لا ينفع من الافضل ان ترميهم في الغابة ليتعلمن الاعتماد على انفسهم فكر قليلا ثم قال سأفعل ذلك على شرط ان يذهب ابنك معهن وبذلك يبقى الطعام واللحم لنا فقط فاجابته انا موافقة وهمست لابنها وقالت له لما يتصل الى الغابة ابتعد عن البنات وسأجيء لاخذك اما هن فسنترك هن هناك ولما نعود سأخفيك في سلة ولن يفطنى ابوك لشيء اخبر الحطاب بناته انه سيأخذهم الى الغابة لمساعدته في جمع بعض العيدين الجافة لتسخين الطابونة ولما خرجوا غطت المرأة رأسها وتسللت وراءهم وهي تحاذر ان يراها احد ولما يوصلوا الى غابة العصفير وقف امام شجرة كبيرة وقال لهم سأقوم بقطعها اما انتم فستجمعون كل ما تجدونه على الارض من عيدين ولما تنتهوا عودوا الى هنا ولا تتأخروا ثم ربط عصا كبيرة بحبل على احد الاغصون وكلما هبت الريح ضربت جذع الشجرة بقوة واصدر صوتا يشبه ضربة الفأس ثم رمى على الارض علبة كبريت وسكينا وقلة ماء وقال ستحتجون الى هذه الاشياء لكي تصطدون الفرائس الصغيرة وتطبخون والان ساذهب فالرزق شحيح لا يكفينا كلنا ولتسامحني زوجتي التي ماتت وهي تصيني عليهن كانت البنات كلما سمعنا الضرب على جذع الشجرة اعتقدنا ان اباهن قريب منهن اما الولد فكان يعلم الحقيقة ولكنه لم يخبرهن شيئا ثم ابتعد عنهن كما اوسطه امه لكنه كل مرة يقول ربما هذا ليس كافيا سازيد قليلا لكي لا يرونني ولما وصلت المرأة رأت البنات وهن يجمعنا الاغصون الصغيرة وتبدو عليهن الفرحة اما ابنها فلم يكن موجودا فلعنت نفسها على هذه الفكرة وبدأت تبحث عنه دون جدوى وقالت سأعود الان قبل ان يشك زوجي بشيء وآتي غدا للبحث عنه مع بعض الاهل بقيت الاخوات السبعة ينتظرون ويلعبن في الغابة حتى بدأ الليل في النزول ولما ذهبوا الى الشجرة التي كان يقطعها ابوهم ولم يجدوا سوا عصا تضرب في الجذع مع كل هبة هواء فقالت الكبرى لقد تآمر ابونا علينا مع تلك المرأة اللئيمة لابعادنا عن الدور فالغابة كبيرة ومن يدخلها يضيع اسمعوا سنتدبر حالنا لعلنا نعثر على شخص صيود أو حطوب يقودنا الى بيتنا بذأت البنات يبحثن عن مكان يبتن فيه وقد اشتد بهن الجوع وفجأة لاح من بعيد ضوء ولما اقتربنا رأينا كوخا من الخشب وقربه استبل فدخلنا اليه ووجدنا بقرة سمينة فحلبناها وشربنا لبنها ثم استلقين على القش في ركن ونمنا وكانت تسكن في ذلك الكوخ غولة اسمها هنية مع ابنها فقالت له فقالت له اذهب واملأ هذا الوعاء بالحليب وسأطبخ لك عصيدة فرجع لها وقال يا أمي ليس في ضرع البقرة نقطة حليب واحدة فغضبت منه وردت يا لك من أحمق سأذهب بنفسي والويل لك إن كنت تكذب وما كادت تدخل الاستبل حتى شمت رائحة غريبة فنظرت حولها ثم اقتربت من القش وهناك وجرت سبعة بنات جميلات مثل القمر فقالت في نفسها سأحبس كنا وآكل كل يوم واحدة من كنا ثم أنهضتهن وقالت لهن تعالوا عندي فلي فراش وثير وبإمكان كنا أن تتعشين على مائلتي دخلت البنات ووجرت طاولة عليها رؤوس خرفان مطبوخة يدور حولها الذباب فامتنعن عن الأكل لكن الصغيرة كانت جائعة فأكلت رغم أن أخواتها أردن منعها وكان التصيح قائلة يا خالة إن أخواتي يمنعنني من الأكل فقالت ويحكن دعنا أختكن تأكل فالخير كثير وأطيب ما في رأس الخروف هو المخ والعينين وزاد إشمئزاز البنات منها لما رأينها تكسر الرؤوس وتغمس أصابعها فيها ثم تمصها ولما حان وقت النوم جعلت الغولة على رأس البنت الصغرى قبعة حمراء من الصوف ووضعت ولدها الصغيرة معهم لكي يشعرن بالإطمئنين إلا أن البنات أدركنا الخطر الذي يهددهن فقررنا الهروب في الليلة عندما تنام الغولة فسألنا ابنها متى تنام أمك وما علامة ذلك فأخبرهم أنها عندما يعل شخيرها تكون مستيقظة وأنها لا تنام إلا عندما ينعق البوم فانتظرت الفتيات حتى نامت الغولة وابنها وحينها أخذنا القبعة ووضعناها على رأس ابنها وفي منتصف الليل جاءت الغولة في الظلام وتحسست بيدها حتى وجدت قبعة الصوف فأخذت صاحبها وأكلته ثم رجعت إلى فراشها ونامت بعد أن أشبعت بطنها نهضت البنات وأخذنا بطانية كبيرة وسلة بالخبز والفواكه لكن الصغرى رأت صندوقا مليئا بالفضة فصرقت سوارا أخفته عن إخواتها ثم تسللن من الدور وجرينا بأقصى سرعة وهن لا يعرفن أين يذهبن في ذلك الليل ولما استيقظت الغولة نادت على ابنها لكنه لم يرد عليها ولما ذهبت للمطبخ اكتشفت أن من أكلته في الليل ليست تلك الطفلة الصغيرة بل ابنها ولم يبق منه شيء إلا قبعة الصوف وفهمت أن البنات خدعنها وخرجت تجري وراءهن وقد اشتدت ثائرتها وفي الطريق عثرت على ابن المرأة أهن وقد أنهكه الجوع فلما رأته لوحظت الشر واللوم على وجهه فقالت في نفسها سأحمله إلى داري وأربيه مثل الأغوال وأجعله مكان ابني الذي قتلته بيدي وسأجد تلك البنات وأضعهن في سفود من حديد وأشويهن على النير وسأكلهن وأنهش عظامهن والآن سأعود وأرتاح قليلا بعد ما جرى لي في تلك الليلة المشؤومة أخذت البنات يسرن في الغابة حتى وجدن بئرا فشربنا وغسلنا أيديهن ووجوهن لكن الصغرى نست سوارها فلما ابتعدن تذكرت البنت أنها نسيت سوار الفضة الذي سرقته من الغولة فقالت لهن أن شيئا سقط منها وسترجع لأخذه بسرعة فلم توافق أخواتها لخوفهن عليها لكنها أصرت على الذهاب لوحدها وقالت لهن لن يستغرق الأمر سوى بعض الوقت انتظرنا الأخوات وبدأ الوقت يمر وعندما رجعنا إلى البئر لم يجدنا أحد وأحسسنا بالحزن عليها وندمنا لتركها تذهب لوحدها فهي لا تسمع الكلام ولا تسبب إلا المشكل وبعد بحث طويل ووصلنا طريقهن وهن يحاولن تذكر البقعة التي جئن منها هذا ما كان من أمرهن أما الأخت الصغيرة فلما وصلت إلى البئر وجدت رجلا من أدباع رجل صالح يشرب من البئر فسألته إن كان يعرف الطريق إلى القرية فأجابها هناك مسرب ضيق بين الأشجار وسيدلها عليه ففرحت وحين انحنت لتأخذ السوير الفضي أمسك بها وربط يديها ثم أركبها على حماره وقال لها أنت الرزق مفتوح في وجهك وسأربح عن طريقي كثيرا من الميل ثم حملها إلى المدينة فكان يخرج للتسول وهي معه ويخاطبها تظاهر بالبكاء أيتها اللئيمة ليجزل الناس لنا العطاء فترد عليه قائلة دخلنا لكوخ الغولة وخرجنا منه أحياء وستأتي أخواتي وينتهي العناء فكم ظلمت الدنيا من أطفال أبرياء فيضربها بعكازه وهكذا حاله معها كل يوم أما البنات الستة فوصلنا الدورون في الغابة وفي أحد الأيام شاهدنا ضبية صغيرة وقعت في فخ أحد الصيادين منذ أيام فأنقذتها البنات وضمضنا ساقها المجروحة وأطعمناها من الحشائش الخضراء ولما وقفت على قوائمها نظرت لهم بإمتنان وقالت اعلموا إني ابنتا ملك الجين فكيف يمكنني أن أشكركم قالت الكبرى نريد أن نرجع إلى دارنا فلقد طردنا أبونا لشدة فقره وهي نحن ضائعون في الغابة بدون طعام ولا مأوى ثم بكت الوسطى وقالت وهي تشهق لقد فقدنا أختنا الصغرى ونريد أن نعرف مكانها أجابت الضبية سأقودكم إلى داركم أما أختكم فالصدفة وحدها هي من ستقودكم إليها صارت الضبية وهي تعرج لشدة الألم في ساقها ولما وصلوا إلى مشارف الغابة توقفت فجأة قرب شجرة كبيرة وقالت للبنات احفرنا تحتها ولما سألتها الأخوات عن ما يوجد هناك ردت لن أقول لكم وستكتشفنا ذلك بأنفسكن اشتد بهن الفضول وشرعنا في الحفر وبعد قليل استضمت أيديهن بشيء صلب ولما أزحنا التراب وجدنا جرة قديمة عليها رسوم بديعة ولما أزلنا عنها الغطاء اندهشنا فلقد كانت مليئة بالنقود الذهبية ففرحت البنات ولم يصدقنا عيونهن أم الظبية فقالت كلما في هذه الجرة حلال عليكن لكن أصيكن أن يشتري أبوكن قطيعا من الغنم وكثيرا من الدجاج لترعونها وتعطونه فقط الثلث وتخفون بقية الذهب فإن لا آمن من غدر امرأته فسمعنا نصيحتها وأخذنا ثلثوء الذهب وأرجعنا البيق تحت الشجرة ثم قالت سنفترق الآن وأنا متأكدة أننا سنلتقي مرة أخرى وأرجو أن تكون أختكم الصغرى معكم وفي الطريق باعت الأخت الكبرى قطعة ذهبية لصائغ القرية وأخبرته أن أباها هو من أرسلها وكان الرجل طموعا فأعطوها فقط نصر ثمنه فاشترت اللحم والخضار والكسكسي وكل ما يشتهويه إخوتها من لبان وحلوة ولما وصلت البنات أمام الدور وطرقنا الباب ففتحت لهن المرأة وكانت تحمل في يدها فنجان شي فلما رأتهن وقع الفنجان من يدها وانكسر وسمعنا صوت أبيهن وهو يسعل من بالباب يا إجلال صوحت البنات نحن يا أبي لقد اشتقنا إليك فجاء يجري وأدخلهم إلى وسط الدور وحين سألهم أين أختهم الصغيرة سمع أخبروه أنها قد ضعت فبدأ يبكي ويلطم رأسه ولم يهدأ روعه إلا بعدما وعدته البنات بالعثور على أختهن ولن يتأخر ذلك كثيرا ولما نظر إلى القفاف قال من أين أتيتم بكل هذا إنه يساوي قدرا كبيرا من الميل أجابوه إنها قصة طويلة ونحن نحتاج لنستحم ونغير ملابسنا القذرة وسنذهب إلى الحميم وزوجتك ستطبخ الطعام ونرجو أن تشبع هذه المرة فهي تأكل كل اللحم الذي في القدر مع ابنها قال لهم اخفضوا أصواتكم لإلا تسمعكم اذهبوا الآن وبعد ذلك سأرسلها لتطلب لي شيئا عند واحدة من جارتها وتقصص علي كل ما حصل في الغابة لما رجعت البنات من الحميم وجدنا الكسكسي باللحم جاهزا فتحلق الجميع حول المائدة العامرة وبدأوا يأكلون ويضحكون إلا إجلال فقد كانت واجمة مغضبة تنظر خلصة إلى البنات ألا ويتشترينا ملابس جديدة وظهر عليهن الخير فقالت في نفسها لقد حكت جدتي أن في الغابة كنزا من أيام أحد الممالك القديمة وأنه مرصود من الجن لا شك أنهن عثرنا عليه حقا لقد كانت فكرتي بالتخلص منهن رديئة والنتيجة أني فقدت ابني الوحيد وهن أصبحن من الأغنياء لهذا سأحتيل عليهن وأنتزع منهن الكنز وأهرب منهن فهو من حقي فلقد حانيت من الحرمين والجوع مع ذلك الرجل الفقير وصرت خادمة لبناته ثم بقيت تحرك الملعقة في الصحن دون أن تأكل وهي تفكر ماذا ستفعل فهي لم تعد قادرة على خداع زوجها بعدما رأته من محبته لهن وفي الصباح ذهب الأب مع بناته لسوق المواشي واشترى قطيعا كبيرا من الغنم وبقرتين ودجاجا كثيرا وكلبا وبنا زريبة وأصلح الدور ورغم ذلك ما زال الذهب فوضعته البنات في حفرة في الحديقة وغطينه بحجر لكن إجلال كانت تراقبهن من بعيد وعرفت أين يخفينا الذهب وفي الغد انتظرت خروجهن مع أبيهن لرعي الغنم ثم ذهبت إلى الحديقة وسرقت الذهب وقالت في نفسها ما أحضرته البنات جزءا صغير ولما لا يجدنا الذهب سيرجعنا إلى الغيبة وأنا سأكون ورائهن وبعد أيام قال الأب لبناته ما رأي كنا أن نفرش الدور بفرش جديد قلنا فكرة جيدة وسنأتيك بالميل ولما أزلنا الحجارة الموضوع على الحفرة لم يجدنا بها سرة الذهب فسألنا بعضهن لكن كل واحدة أخسمت أنها لا لم تأتي إلى هنا وفي النهاية شك في امرأة أبيهم فهي طموعة وتكرههم فكرت الكبرى قليلا ثم قالت أنا متأكدة أنها فعلت ذلك لكي نرجع إلى الغيبة وتعرف أين نخفياء الكنز وربما حاولت تدبير مكيدة لنا لكننا سنتغدى بها قبل أن تتعش بنا لما رجعت البنات إلى الدور قلنا لأبيهن غدا سنأتيك بالميل فرحت المرأة وفي الغد خرج الرجل للرعي مبكرا أما البنات فلبسنا ثيابهن وخرجنا وقالت الكبرى سنذهب ناحية منزل الغولة ثم نختفي بسرعة ونتركها هناك فلن تقدر على الرجوة أما إجلال فانتظرت قليلا ثم لحقتهم وفي يدها صفيحة من النفط وقالت في نفسها سأخذ الكنز وأحرق الغابة وهذه المرة لن ينجو منكم أحد أخذت البنات يمشينا وسط الغابة حتى يدخلنا مكانا موحشا مليئا بالخرائب ثم اختفينا فجأة داخل واحدة منها فصوحت إجلال في ذعر أين ذهبنا إني لا أراهن أما الأخوات فتسللنا في صمت ثم هربنا وهن يضحكنا فستخرج لها الغولة وتجري خلفها وقد تأكلها فيسترحن منها ثم رجعن إلى الدور وقد انتصف النهور وفتشن في أمتعتها فرأينا أنها جمعت ثيابها في صرة وفي نيتها الرحيل ولما فتحنها وجدنا الذهب فأخذنه ثم ألقينا ثيابها في القمامة ولما رجع أبهن استغربا من عدم وجود إجلال فقولت له البنات لقد أخذت امرأتك صرة ملابسها ورحلت فهي لا تطيق وجودنا فصمت الأب ولم يحزن عليها فهو يعرف أنها لا تحبه وتزوجته فقط لينفق عليها هي وابنها أما إجلال فبقيت تدور في ذلك المكان الموحش ولا ترى سوى الغربان وفجأة رأت شخصا يقترب منها ولما شاهدته صوحت من الفرحة فقد كان ابنها الذي فقدته منذ شهرين لكنه كان غريب الشكل ولما حضنته عضها في رقبتها فلقد أصبح غولا يحب أكلاء اللحم وعرفت أنها في أرض الأغوال وأن أولئك البنات كن أكثر ذكاء منها ونصبن لها فخا لن تنجو منه مرت الأيام وكبرت الخرفين فقوم الحطاب وبناته بجز صوفها وجمعوا قدرا كبيرا فوضعوها على ظهور الحمير ونزلوا إلى المدينة لبيع أهالة الجوري الصوف وفي الطريق رأوا دكينا فيه امرأة تبيع الفطائر فدخل الجميع وأكلوا حتى شبعوا وأحبت تلك المرأة البنات ودللتهن وكان أبوهن يرمقها بطرف عينيه فلقد كانت جميلة وذكرته بزوجته وكيف كانت تعطف على أطفاله والضحكة لا تفارق وجهها ثم وقفت البائع فجأة وقد بدى عليها الاستغراب وقالت لهن يا لهم مصادفة لقد شاهدت بنتا تشبهكنا كثيرا في الحي المجاور وهي تسير دائما مع درويش وتردد شعرا حزينا دخلنا لكوخ الغولة وخرجنا منه أحياء وستأتي أخواتي وينتهي العناء فكون ظلمت الدنيا من أطفال أبرياء صوحت البنات في وقت واحد سمح؟ وتوسل لها الحطوب لتدله على مكانها فمنذ أن اختفت ابنته الصغيرة لم يحل له أكل ولا شرب ولا غمض له جفن قالت المرأة وكان اسمها حسنية حسنا سآتي معكم ثم تركت صانعا صغيرا في الدكان ومشوا حتى وصلوا إلى زاوية فرأوا سمح واقفة وقد شحبا وجهها قالت المرأة لا بد أن نستعمل الحيلة وإلا منعنا أهل الزاوية لأنهم يعتقدون أنها ابنتاء الدرويش والحل أن تجرون جميعا إليها وتأخذونها معكم وأنا سأتصرف فجاء الدرويش بستة بنات يتحلقون حوله ثم يسحبون سماح ويجرون معها ناحية الحطاب والمرأة فصاح الدرويش لقد هربت ابنتي ولما جاء الناس وجدوا الحطاب وحسنية وهم يحضنون البنات السبعة وكلهن متشابهات لهن نفس الشعر والعينين فواصلوا الجرياء في الزقاق ولما حاولت درويش الاقتراب من سماح نزع الحطاب حذاءه وكذلك حسنية والأخوات وانهالوا عليه ضربا فهرب وهو يسب ويلعن فرح الحطاب فرحا شديدا وكانت حسنية أيضا فرحة كأنهن بناتها فقول لها ما رأيك أن نتزوج وتأتينا للعيش معنا في قريتنا أجابت المرأة ودكاني الذي أكسب منه قوت يومي كيف سأتركه قال الحطاب أنا خير كثير وستكسبين رزقك من بيعي الزبدة والجبنة تردلت المرأة قليلا لكن البنات تعلقنا بأثوابها وقلنا لها تعال معنا فنحن نحبك وبفضلك أنقذنا سماح فلم تقدر أن تقاوم دمعها وقالت أنا لم أرزق بأبناء ولذلك طلقني زوجي وسأعطيكنا الحب والحنان هذا وعد مني أقوم الحطاب عرسا كبيرا حضره كل أهل القرية وفرح الجميع برجوع سماح وقدموا لها الهدايا والحلوة وكانت حسنية امرأة طيبة القلب فأحبتها جميع جاراتها وعيشت البنات في سعادة وازداد جمالهن هذا ما كان من أمرهن أما زوجة أبيهن إجلال فلما عضها ابنها صرخت وقالت له هل هذا جزائي أيها الأحمق تريد أكل أمك فتح الولد عينيه وحملق فيها ثم أجابها أحق أنت أمي قالت له وأبوك هو الحطاب الذي له سبعة بنيت لا يمكن أن تنسى ذلك فلقد كنت تكرههم حكى الولد رأسه ثم قال لقد بدأت أتذكر الآن وتلك الغولة أجبرتني على أكل الثعبين وحيوانات صغيرة أخرى حتى نسيت حيلي وصرت غولا لكنني لا أريد البقاء هنا أريد أن أرجع إلى البيت لكن أمه قالت وكيف سنجد طريقنا وسط هذه الغيبة أجابها كلما أخرج للصيد أرى درويشا قرب بئر ماء وهو شخص ملعون حتى الأغويل تخاف منه سأنتظر حتى ينام وأقبض عليه وفي الليل تسلل ابن المرأة واسمه عتمين وأمسكه من عنقه وأفاق الرجل مذعورا ليجد أمامه ولدا يديه أقوى من الحديد وعبثا حاول أن يخلص نفسه لكنه لم ينجح فقال له ماذا تريد فأنا لا أملك شيئا أجاب الولد إذا أريتني كيف أخرج من هذه الغيبة سأتركك في حال سبيلك رد الدرويش حسنا دعني أجمع حاجيتي ولما انحنى سقط من جيبه سوار الغولة الفضي فالتقطه عتمين وتأمله ثم صوح في وجهه إن لم تقل لي كيف حصلت عليه سيكون حسابك عسيرا فقال له لقد كان مع بنت صغيرة اسمها سمع وأخذتها معي للمدينة لكن تمكنت أخواتها الستة من إنقاذها وكان أبوهم معهن وأيضا امرأة جميلة اغطازت إجلال وقالت لقد طلقني ذلك اللعين إذن الويل الهوة قال الدرويش سأساعدك مقابل أن تعطيني سمع وسأضربها حتى أسلخ جلدها عقابا لها فأومأت له بالموافقة مشى الثلاثة في دروب ضيقة بين الأشجار حتى يخرج من الغيبة وبعد قليل وصلوا أمام دور الحطاب عمران الذي أصبحت كالقصر رأى الولد عتمان الزريبة فقال عندي فكرة سأطلق الأبقار ولما يسمع الحطاب أصواتها سيخرجون وعندئذ سأقضي عليه وقالت أمه وأنا سأخنق زوجته بيدي أما البنات السبعة سنربطهم بحبل ونسلمهم للدرويش والدار والمواشي ستصبح ملكا لنا ونصير من الأغنياء لكن سمح كان لها عجل صغير ولا تنام إلا بعد أن تطعمه وتطمئن عليه وفجأة نهض العجل وأوقف أذنيه فقالت له ماذا بك فجر إلى الباب ولما أطلت من الشق رأت عتمان يقترب بحذر وفي يده فأس كبيرة وقد لاح الشر في وجهه وورائه أمه والدرويش فعرفت أنهم أتوا للإنتقام وأن عائلتها في خطر فأمسكت إناءا معدنيا وبدأت تضرب عليه بقوة ففزعت الأبقار ودفعت الباب وخرجت تجري في كل مكان فرفست عتمان تحت أقدامها وهربت إجلال والدرويش لكن الأبقار لحقتهما بسرعة ورفستهما ولما سمع الحطوبة الضجة خرج مذعورا فرأى إجلال وابنها والدرويش على الأرض فرموهم في حفرة بعيدة ودفنهم وقال لقد نلتم جزاؤكم والخير هو الذي ينتصر في النهاية ومن حفر جبا لأخيه وقع فيه وإلى هنا انتهت الحكاية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا 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 شكرا